بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلاما سليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا رب العالمين الحمد لله احنا خلصنا المرة اللي فاتت يا أولاد في حلقة التجويد حكم النون لما يكون ايه حكمها ايه اظهار صح؟ الاظهار احنا اخدنا حروف الاظهار البيئية مين يقول لي حروف الاظهار قبل ما اخش في الاضغام لامار فضلي ايه الهمزة والهاء عين حاء غير انخاء ما شاء الله منتازة لامار وعرفة النشيد او يعني البيت طب قوللنا كده سمعينا والناس كلها تستفيد فضلي اذا غاب عني حبيبي هماني خبره ما شاء الله وده معناه ايه ان احنا يعني اللي انت قلتي ده هناخد اول حرف من كل كلمة صح؟ ايه وده اول حرف من كل كلمة هي دي حروف الاظهار اظهار معناها ان احنا النون الساكنة هنكون موضحينها تماما يعني لما نيجي نمطأ النون تكون النون ظاهر وده اللي خدناها احنا الحلقة اللي فتحنا بس نراجع بسرعة النهاردة هنخش على الحكم التاني من حكم النون الساكنة اللي هو الاضغام لزي ما تفادى فيه اربع احكام للنون الساكنة اظهار اضغام اخفاء اقلاب تمام؟ حكم النهاردة هنتكلم على الاضغام الاضغام فيه عندنا نوعين من الاضغام هو عموما كل حروف الاضغام بيتجمعوا في كلمة واحدة اسمها ايه؟ يارملون لو تحفظوا الكلمة دي يارملون دي كلها حروف الاضغام يعني اي حرف يجي بعد النون من الياء والراء والميم واللام والو والنون يارملون دي حروف الاضغام طب نوعين فيه اضغام بغنى؟ بيجي مع حروف ينمو اللي هو الياء والنون والميم والو هتبقى انا حرفين صح؟ اللام والراء دول اتغام من غير غنة يعني ايه يا شيخ غنة وغير غنة والكلام ده غنة يعني وانا بنطق الحرف بيبقى فيه يعني في الخياشين من مناخير كده فيه فيه صوت فيه صوت هزة كده زي ما نجي مسلا نقول المثال اللي احنا جايفينه ده فمن يعمل تمام انا كده عندي ايه غنة يعني انا نطقت وانا بنطق الحرف عملت زي ما يكون نغمة خدت بالكم عملت زي ما يكون نغمة بسيطة من الانف المثال البعده من نعمة المثال البعده من مثل موجد طب هنا ايه الاضغام اللي حصل هل انا نطقت النون؟ لا انا نطقتش النون الاضغام معناها ياولاد ان انا ادخلت حرف النون في الحرف اللي بعده يعني مثلا لما اجي انطق المثال الاولاني تاني وارح فين مش عارب فعمل زوم طيب طيب المثال الاولاني هو مي فمي يعمل ده لما اجي انطقوا النون هنا انا مش مطقها خالص اضغامتها يعني اضغامتها يعني اضغامتها اضغامتها يعني ادخال ادخلتها في الحرف الياء يعني انا ما نطقتش نون نطقت ياء بس لما اجي انطقت ياء ما اقولش فمي يعمل كده فمي يعمل لأ اعمل غنة اللي هي ايه فمي يعمل خط بالكو الغنة هنا بتبقى حركتين حركتين يعني هي كاني بقول كده ايه مرتين لو قلت المثال بعده من نعمة هنا طبعا النون اضغامتها في النون اللي بعدها فاصبحت نون واحدة مشددة هنا مثلا النون اضغامتها في الميم فانا مش هنطق نون تمام الاضغام لا النون لا تنطق هنطق هنا ايه ميم هنطق الحرف الي بعدها على طول هقول ايه ميم مثلي وهنا مثلا هقول ايه موجد على طول دخلت في الواو خلي بالكوص قلت موق ما قلتش من وجد مقلتش نون قلت ايه موق موجد يبنى الإضغام هو أنا أدخلت الحرف الساكن اللي هو النون الساكنة أدخلته في الحرف اللي بعد على طول ونطقت الحرف اللي بعد على طول ولو كان بغنة فأنا بعمل نغمة بسيطة زي ما أنتم سمعتم لو كان من غير غنة هعمل إيه؟ لو كان من غير غنة زي مثلا اللي هي اللام والرأ هقول إيه مثلا هنا مش همطق الغنة هقول إيه؟ لو جاه النوع اللام ولا الراء. هقول ايه؟ ملا دنا فإلم. خدتوا بالكم مفيش غنة. ما قلتش فإن ما عملتش كده. قلت ايه؟ فإلم على طول. هنا مسألت عرب بهم من الرزق. كده ده ايه؟ ده كان ايه الادغام. النهاردة هناخد امثلة على الحكم الاولاني اللي هو من الادغام اللي هو الايه؟ الادغام بالغنة. تمام؟ واضحة يا أولاد؟ عايز حد بقى يشارك معايا. نبدأ بلمار. للمار وليلي اللي في انتين نهاردة من الدرس ايه هي حروف الادغام؟ حروف الادغام اجمعك من مكتر ملونة. فاللياء والراء والميم والنم والو والنم. هي مقزم القسماني. ادغام بغنة وادغام بغير عنة. الادغام بغنة مجموعة في كلمة ينمو. وادغام بغير عنة اللام والراء. والادغام بغنة هي النون السكنة بنحول كأن انا بنشيلها كأن انا بنمسحها خالص وبنعمل عنة. يعني بنعمل عنة وفتاني واحدة اللي هي ادغام بغير عنة بنعمل نفس الموضوع لكن ما بنحطش عنة. بنشيل النون. بنشيل النون نحط مكانها ايه عشان يكمل الشرح. نحط مكانها الحرف الايه؟ الحرف الادغام ده. مثلا الادغام بغير عنة الام والراء. واحدة منها. طيب قولي لي كده الامثلة اللي انت شافعة على الصفورة كده. اقرأيها بالغنة. ممتازة يا لامار ما شاء الله. طيب قولي كده مثال اللي بعده. من نعمة. من شاء الله ممتازة يا لامار. صح الله عليه يا ربنا يا كريمك. شكرا جزيلا يا لامار. إلياس. سلام عليكم. مخبارك يا حبيبي. إلياس تقولي المثال. الحمد لله ربنا. من مثله. ممتاز يا إلياس. طيب المثال اللي تحتيه ده. من موجد. ما شاء الله ما شاء الله. فاهم انت الادغام يا إلياس. ده إيه كده. أيوة يعني أثنين. تعرف تقولي إيه اللي انت فهمته؟ إذا ما بيدخل حرفين فبعض. ممتاز حبيبي برابا عليك. بنعمل إيه بقى؟ بنتأخر حرفه ببعض. فبيكون حرف جديد. ممتاز يا حبيبي. اللهم بارك. صح كده. ينكون حرف جديد هو ده الحرف اللي احنا ايه بننطقه. صح كده يا إلياس؟ صح أستاني. ما شاء الله. شكرا يا حبيبي. جزاك الله خير يا إلياس. طيب مين تاني يشارك معنا؟ ماريام محمد؟ ولا ماريام مين ماريام؟ ماريام محمود؟ ماريام ماجد. أيوة. زيك يا ماريام. الحمد لله. الحمد لله. تعرفت إيه للمثال ده؟ أي نون. ممتازة. شفت أنت ما نتقطيش النون هنا يا ماريام برابا عليك. ليه ما نتقطيش النون؟ عشان الياه. والياه دي حروف ايه؟ إدغام. ممتازة يا حبيبي طيب ليه كده الكلمة اللي بعدها أو الكلمتين اللي بعدهم؟ مثال ده؟ مم عمر أيوة مم معمر مم عمر أنت عملت نطاقتي هنا النون لا نطاقتي على طول الميم صح بس نزود الغنة شوي يا مريم نزود الغنة يعني نعمل نقول إيه مم معمر ماشي نزود شوي النغمة بتاعة النين شطرة يا مرومة شكرا يا مريم برابع عليك مريم عبدالعظيم أيوة مريم اقري المثال ده كده حول تنطقي زي ما احنا اتفقنا من نطبة ممتاز يا مريم طب المثال اللي بعده من ورقة من ورقة أنت هنا نطاقتي النون ولا عملت إيه في النون لا أنا نطاقش أضغمتها أضغمتها نطاقتي حرف الإيه الواو الواو لأنه من خروف الإضغام تمام واضح الدرس يا مريم شطرة جدا من يحب يشارك معي اللي رافع يدو هسأله علي مستر أهلا يا علي ازايك يا حبيبي كويس كويس يا حبيبي تعرف تقرأ ولا أقرأ لاكي علي طب تقرأ شوية طب شوية نساعد بعض مش مشكلة اقرأ كده لو عرفت اقرأ المثال ده نفعت إن نفعت نفعت أيوة قول تاني هتقول إيه هتقول إيه إن دفعت ماشي طب خلص ناخد المثال اللي تحتي ممكن تكون أسهل اقرأ كده المثال اللي تحتي علي يا لت اللي ده خليه عمل ميوت يا أولاد أيوة أقولي المثال ده يا علي مواق قوله ورايا مواق أيوة مراوة عليك يا علي ده اسم حكم الإضغام يا علي إحنا نطقش النون هنا اللي انت عملته ده انت أدخلت النون في الواو ونطقت واو ما نطقتش نون فاكر في سورة إيه فمن يعمل مثقالة ذرات إيه شرية آه سورة الزلزلة آه موجودة هنا اقرأ اقرأ كده فمن يعمل مثقالة ذرات خيرا يرى ها اقرأها كده خيرا ممتاز انت نطقتش النون هنا بتاعت التنوين صح مقلتش خيرا قلت خيرا ليه ليه عملت كده عشانك بيه حرف الايه الياء علي تمام الياء أيوة برافو عليك شكرا يا علي حبيبة السلام عليكم اهلا يا حبيبة زيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبة ممكن نقولي المثال ده ايه 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 او اللي تحتية لو كانت دي كلمتين كبار او للمثال اللي تحتية مثلا يوم اذن ما شاء الله برافو عليك يا حبيبة شطرة جدا انت هنا عملت في التنوين اه التنوين هنا يا أولاد حكم حكم النون الساكنة تمام يعني لما نلاقي التنوين التنوين ياخد نفسه حكم النون الساكنة هنا التنوين اللي هو زي ما قالت حبيبة يوم اذن فيه هنا تنوين صح؟ ما فيهش هنا نون اسمه تنوين يوم اذن على طول حبيبة عملت ايه؟ دخلت النون في النون واصبحت نون واحدة وايه؟ وحكمها يكون اضغام طب قولي كده المثال اللي تحتيه كده حبيبة حبلون حبلون ممتازة هل قلت حبلون قلت نون ولا قلت حبلون حبلون ايوة شطرة ما نطقش النون هنا يا أولاد ننطق ايه؟ نعمل نعمل اضغام التنوين هنا فيه تنوين نعمل اضغام في الحرف اللي بعد وين تنطق تنطق مين على طول نول حبلون ممتازة يا حبيبة جرابة عليك في حد لسه ما شاركش معانا النهاردة في الدرس كله شارك شيخ أنا ايه يا محمد ازايك تفضل يا حبيبة ايه بهاديك مثال واضح تحب مثال تنوين ولا مثال نون خلينا في مثال الايه النون انطق هنا المثال ده يا محمد من 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 نطفة ايوه ممتاز من نطفة من نطفة ايوه انا عايزك تزود الغنة لازم تقول من نطفة الله يفتح عليك منتاز ايوه ده اللي انا عايزه طب هنا قولي المثال اللي تحت من ورقة اه بس بس عايزك تدخل 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 النون في الواق والله تاني من ورقة ايوه من ورقة منتاز طب قول كده المثال الاخير ده اللي هو ده اللي تحت من 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 محيص محيص من محيص من محيص نقول بقى بالغنة والاضغام مظبوط قولها تاني من محيص هنا الاضغام مش اخفاء يا محمد خلي بالك اضغام يعني هنطق الحرف اللي بعده مش هخفي النون لو اخفيت النون زي ما انت نطقت لكن لو هعمل اضغام هنطق الحرف اللي بعد النون على طول هنطقه قول تاني كده من مح من مح من مح ايوه من وعلى طول قول المين من مح 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 ي ايوه ممتاز صح كده شاطر يا محمد شكرا جزيلا يا محمد في حد ما شركش معنا عمر عبدالعظيم ايوه اهلا يا عمر ازاي اهلا يا عمر اقول لنا كده المثال اللي فيه تنوين هل التنوين يا عمر بتاخد حكم النون انا 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 مثال انا بسألك سؤال عمتا هل التنوين تأخذ حكم النون ولا لا تأخذ حكم النون الساكنة اه لا لا تأخذ تأخذ حكم النون الساكنة صح ايه تأخذ ولا لا تأخذ اخذ كلام تأخذ تأخذ يبقى احنا لو وجدنا تنوين عندنا هننطق الحكم كأنه بالضبط النون ساكنة دي قاعدة يا أولاد اي تنوين تجدوه في المصحف بالضبط كأنك وجدت النون ساكنة طب قلنا بناء على الكلام ده يا عمر ازاي تنطق اول مثال ده يومئذ يصدره ايوا برافو يومئذ يصدره طيب هنا قولي المثال اللي جنبه او خلي بالك من الغنة شيئا نكرا ممتاز طب اللي تحت ما لو وعده وعدده لو وعدده تمام طب هنا شأن يغني هنا خير النزل ممتاز كده يبقى احنا كده ايه فهمنا الدرس وحكم النون الساكنة هي كذلك حكم التنوين في حكم الاضغام اذا كان النون الساكنة او التنوين بعدها اي من الحروف اللي هي يرملون نعمل على طول ايه اضغام النون اضغام النون معناها ان احنا هادخلنا حرف النون او التنوين في الحرف اللي بعده ونطقنا الحرف اللي بعده بغنة لو كان من حروف ينمو الياء والنون والوا والمين وغير غنة لو كان حروف اللام والراء ان شاء الله هنراجع تاني على حكم الاضغام المرة جاية ان شاء الله وناخد حروف اضغام بغير غنة نعم انا الوحيد اللي ما سمعتش انت بقولتش معنا نهاردة مين عثمان خدتش بالي يا عثمان انا اسف يا حبيبي تب قولي يا عثمان المثال المثال ده شايفو فمي يعمل ممتاز فمي يعمل ايوة قولها تاني كده بصوت عالي فمي يعمل ممتاز يا عثمان صح كده تب قولي لتحتي مين 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 اه قولي النون على طول لان النون دخلت بعدها النون فهنمطق النون مش هنخفيها ولا هندغمها ولا هنشلها هنضطر ان احنا ننطقها عادي اه من نعمة ايوة بروفا عليك وزود شوية في الغنة الغنة ان احنا ندي الحرقتين من الانف نعمل شوية زي نغمة كده تب قول كده مثال ده مم مم من 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 مثله اه الاطغام تاني يا عثمان ان انا هنطق الحرف اللي بعد النون على طول بعد النون الساكنة هنطق الحرف ماشي قولها تاني كده من من مثله من مثله ايوة بروفا عليك من مثله من مثله طيب يا أولاد خذ احنا انتهي هناك حد تاني يحب يشارك معنا قبل ما نبدأ بقى في تسميع القرآن والحفظ والمراجعة بتاعتنا بتاعت كل اسبوع حد يحب يشارك معنا قبل ما نخلص انا مين اسمك ايه علي علي اخو عثمان احنا قلنا يا علي مش انت قلت تحب تقول تاني عايز تقول تاني ماشي قولي قولي علي قول مثالين كده تفضل يا حبيبي ممتازي علي طيب قولت تحتها كده من نعمتي ممتازي علي برافا علي شايخ احنا خلص احنا خلصنا مين اللي عايز يتكلم انا متدسر اه متدسر انت ما قلتش يا حبيبي طيب قولي يا متدسر قولي المثالين اللي تحت بعض من مثله من من وجد لا الاول واحدة مش مثله مثله بس انت نطقت من مثله بس احنا اه نركز تاني على الاضغام الاضغام انحنا انت الحرف اللي بعد المي النون الساكنة ويكون هو الحرف ده يكون عليه غنة مم من مثله من مثله ايوا وهنا من وجد لا ما انطقش النون خليبا موجد اه موجد تاني تاني على صدق من مثله موجد ايوا موجد نزوج شوية ايوا نزوج شوية في الغنة براوو عليك يا مدسر تمام كده جزاكم الله خير يا ولاد وان شاء الله هنكمل الحصة الجاية التجويد دلوقتي احنا نبدأ بقى في حلقة القرآن كل يرفع ايده عشان يسمع نبدأ بالامار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوا 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 ايوا